اشتركوا في القناة وبين الله سبحانه ليرى وجه العظيم جل جلاله اسمع وتخيل نفسك معهم عسى الله أن يجعلني وإياك يقول ابن القيم رحمه الله وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق المقلفي أن المنادي ينادي يا أخل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستون على ظهورها مسيعين حتى إذا انتهوا إلى الواد الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هلاك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هلاك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبر جد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كسبان المس حتى إذا استقروت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجزكم يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم فيقولون ما هو فيقولون ما هو فلم يبيض وجوهنا فلم يثق الموازيننا فلم يدخل الجنة هو يزحزح نال النار فبينما هم كذلك إذ سطى لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا روسهم فإذا الجبار جل جل جلاله قد أشرك عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم يا أهل الجنة سلام عليكم ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم يناديهم ثم يناديهم أين عبادي أين عبادي أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين عبادي هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارضعنا أن قد رضينا فارضعنا فيقول الله سبحانه يا أهل الجنة إني لو لم أرضنكم لم أسكنكم جمتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وجهك ننظر إلي أرنا وجهك ننظر إلي أرنا وجهك ننظر إلي فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلالهم فيغشاهم من نور ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لحترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس إلا حاضره ربه محاضرة حتى إنه يقول يا فلان يا فلان أتذكر يوم فعلت وكذا وكذا يذكره ببعض غمراته بالدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بلى بمغفرتي بلغت منزلتك بلى